هليني هبدأ بسؤال انطلاقا من احنا هنستضيف كاب 27 في شرم الشيخ هل التغيرات المناخية تؤثر على الثروة السماكية في البحار المحيطات النهار البحيرات المزارع السماكية يتطلب مننا ان احنا نشتغل بطريقة مختلفة او بطريقة اكثر حداثة او اكثر تقدما بسم الله الرحمن الرحيم وانا بشكر حضرتك طبعا عن هذه الدعوة الجميلة السروة السماكية طبعا من القطاعات الكبيرة الاقتصادية والاستثمارية الهامة في جمهورية مصر العربية واللي شاهدت طفرة الحقيقة منذ 2014 لم تشهدها من قبل فبدأ من الدستور المصري اللي ذكر سروة السماكية في اربع مواد خاصين بالسروة السماكية وده لم يحدث من قبل كده انتهاءا الى المشروعات العبلاقة للدولة تولت انشاءها سواء في بركة غليون او في مشروع الفيروز او مزارع الهيئة الاقتصادية لقلال السويس او مزارع الديمة مجموعة كبيرة جدا من مشاريع اللي احنا نسمى مشاريع عبلاقة وده حدثت يعني عملت نوع من طفرة تكنولوجية كبيرة نأمل ان شاء الله انها تتم على خير وتصل الى هدفها الكبير موضوع التغيرات المناخية من الموضوعات الهامة جدا وخاصة ان مصر بتستقبل حدث كبير جدا عالمي اللي هو كوب 27 طبعا التغيرات المناخية لها تأثير على الصروة السماكية بشكل كبير والصروة السماكية بتلعب دور كبير جدا في تخفيف حدة التغيرات المناخية ناخد الاول التدعيات اللي هي بتعملها التغيرات المناخية التغيرات المناخية هي تغير في الظروف المناخية المحيطة بالجو نتيجة عوامل خارجية او خلينا نتكلم باسلوب بسيط ان نتيجة زيادة النشاط الصناعي البشري اللي حدثه الانسان في خاصة بعد صورة الصناعية زاد النشاط ده وزاد مخلفاته خاصة من انبعاثات ساني اكسيد الكربون وغاز الميسان وساني اكسيد النايتروز هذه الغازات بنسموها الغازات اللي هي الدفئة او الغازات اللي هي بتخلي الولاف بتاع الكرة الارضية يحتفظ بالحرارة فرفع درجة الحرارة بتاعة الكون من حوالي نص الى واحد ونص درجة مقوية على حسب تقديرات العلماء وهم مختلفين في هذا الارضية القضية لكن احنا كمواطنين عاديين بنشعر ان هناك تغير مناخي نلاقي الصيف المتد شوية فيه حرارة زيادة كل هذا طيب انبعاثات ساني اكسيد الكربون خاصة ساني اكسيد الكربون نتيجة استخدام الطاقة الاحفورية والبطرول والغاز الطبيعي وما الى ذلك بيانتو كمية كبيرة من الغاز ساني اكسيد الكربون ساني اكسيد الكربون بيعمل ايه بقى بيخلي درجة الحرارة زيد بيعمل احتباس حراري بيعمل احتباس حراري بيعمل احتباس حراري بيعمل احتباس حراري